اشتركوا في القناة امسن الثلاثاء بعيد الفطر فما مرد هذا الاختلاف بين الجاليات المسلمة في سويسرا حول عدم توحيد يوم عيد الفطر المبارك اقول ان مرد هذا الخلاف يرجع الى بعض الجهات التي تعتمد على الحساب وهناك جهات اخرى تعتمد على الرؤية وهناك رأي ثالث يوحد بين الحساب والرؤية فبالنسبة للاخوان الاتراك والبلقان فهم يعتمدون على الحساب لكن هذه السنة اضيف اليهم المسجد اوروبي للإفتاء وقال انه هناك امكانية للرؤية في بلدان امريكا الشمالية وبالتالي فاحتمالية الرؤية واردة فعلى هذا اخذت بعض الجمعيات في اوروبا في المانيا وفي ايطاليا لكن نحن هنا في سويسرا بشكل عام او معظم الجمعيات الاسلامية يعني العربية هي اخذت بالرؤية الشرعية مع الحساب حيث اكدت عدة مصادر وعدة مراسد اسلامية انه استحالت الرؤية يوم الاثنين في المساء لذلك اعلنت كثير من الدول العربية والاسلامية عدم رؤية الهلال يوم الاثنين فبالتالي كان يوم الثلاثاء هو يوم الثلاثين المكمل لشهر رمضان وبعد نهاية خطبة العيد التي حثى فيها الخطيب عموم المسلمين الى تباع السنن التي يستحب فعلها في العيد داعيا الى نشر قيم المحبة والسلام في المجتمع ووسط جو تسوده الفرحة والايمان ان المسلمين بعضهم البعض بالعيد سائلين الله ان يتقبل صيامهم وقيامهم العيد هنا في سويسرا يختلف على الاعياد في دولنا العربية لكن دائما نحن هنا نحاول انه نكون اقرب للاجواء اللي في الدول المتاعنا هنا الحق اجواء جميلة جدا اجواء احتفالية رايعة في اكل وشرب وفي اطفال وفي جو قريب للعيد اللي في دولنا لكن دائما يبقى يعني العيد اللي في دولنا يعني يعني دائما يبقى عيد يعني يعني الاجواء الاحتفالية الزيارات العائلة حتى الاكل حتى الشرب حتى يعني الاجواء كل يعني تكون مختلفة شوي على الاجواء هنا لكن الحمد لله يعني في سويسرا يحاولوا انه نكون يعني اجواء احتفالية يعني جميلة عياد ان شاء الله يعني قريبة جدا من العياد انتعاد دولنا العربية الاسلامية وصدف عيد الفطر لهذا العام يوم عمل لذا فان الاحتفال به بالنسبة للعديد من العمال والموظفين والتلميذ غير ممكن لذلك فانهم يقتصرون على اداء الصلاة والعودة مباشرة بعدها الى اماكن عملهم او الى مقاعد الدراسة لذلك يبقى عيد الفطر بالدول العربية والاسلامية له طابع خاص عند الجالية الاسلامية كل الاجناس من كل الاجناس الجالية المسلمة حاضرة اليوم كين اللي يسمح في الخدمة وجاء وكده يحتفل بالعيد والحمد لله ولو انه طبعا يبقى ذاك نقص ما في كين الشي العائلة ولا كين اللي عنده العائلة كين اللي ما عندهوش الاغلبية كين اللي كون عارفين العائلة عندهم هناك في البلد الام وينقص واحد الحشي ويكون واحد قليل من الحانين لكن الله يخلف على هاد الناس الصهرين على هاد الاجواء اللي ليوفروا لنا هاد الجو وهاد الظروف كان نحسوا تقوم بشوية العيد ولو تخرج واحد المتر من هنا يعلق المسجد كان شيئا لم يكون ما تحس تبشي حاجة وتأمل الجالية الإسلامية أن يتم الاعتراف بالعيد كعطلة رسمية للمسلمين في سويسرا حتى يتسنى لهم الاحتفال بأعيادهم الدينية ورغم كل الأحوال فإن فرحة العيد وبهجته لا تغيب عنهم مهما كان طابع الحياة التي يحيونها والظروف التي يعيشون فيها انقسام المسلمين في سويسرا بين من أعلن عن عيد الفطر يوم أمس للثلاثاء وبين من أعلن عنه اليوم الأربعاء هو صورة مصغرة لحالة الاختلاف التي تسود الأمة الإسلامية إما لاعتبارات طائفية ومذهبية أو لمصالح سياسية رغم تطلع الكثيرين لوحدة الأمة لقناة مغاربة العالم الغالي محمد الرشاجدة زوريخ زوريخ زوريخ